السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب المرحلة الثانوية إن شاء الله سأبدأ معكم كورس مراجعة للغرامر سأبدأ بمراجعة الأزمنة سأبدأ بمراجعة جميع الأزمنة الماضية The Post Assemble Tense The Post Continuous Tense And The Post Perfect Tense نتكلم عن الأزمنة الماضية أول حاجة عندنا The Post Assemble Tense وده درسنا من وإحنا صغيرين جداً إحنا قولنا إن هو It expresses an action that started and ended in the past يعني حاجة بدأت وانتهت في الماضي It has no effect at present ما بيبقلوش أي تأثير في الحاضر يعني هو زمن منتهي حاجة حصلت وانتهت في الماضي وطبعا بالنسبة للفورم بتاعه كلنا عارفينه إلي إحنا بيبقى في regular verbs بيبقى فعلي في ED زي Past Past بيكون فعلي بنضف له D بس لما يكون أخره E أما لو كان it ends with Y and before the letter Y there is a consonant لو ال-Y قبليها حرف ساكن بنحذف ال-Y وبنضع IED أما عندنا irregular verbs بتبقى مثلاً swim, swim, go, went, etc. طيب ده هوت كلام قديم قوي بالنسبة بقى للايه لليوساج بتاع الزمن بتاعي استخداماته إحنا اتفقنا إن هو number one بيقول لي for an action which began and finished in the past يعني حاجة بدأت وانتهت في الماضي وما لهاش أي علاقة ولا أثر في الحاضر she visited London in 2010 يعني هي راحت لندن في سنة 2010 وزارت هذه المدينة طيب بالنسبة number two إحنا قلنا بقى كمان من استخدامات الماضي البسيط إن إحنا لو عندنا two actions لو عندنا حدثين and there is no time between these two actions يعني ما كانش في period of time أو بمعنى تاني the two actions happened immediately one after the other in the past يعني لو حدثين تبعوا بعض في الماضي مباشرة بدون فارق زمني نقدر نخلي الزمنين ماضي بسيط بمثال بسيط جداً ممكن نقول when I entered the school double ring يعني في لحظة دخول المدرسة الجرس run هنا مفيش فارق زمني ما بين الحدثين فهنا الاتنين يستخدموا past sample في أمثلة قدامنا بتقول when he had an idea he wrote a short story مجرد ما كانت بتجيله الفكرة كان بيكتب القصة first he paid the driver then he got out of the taxi يعني واحد راكب تاكسي مجرد ما هيئي هيدفع هينزل من الـ من التاكسي فهنا مفيش فارق زمني we can use the two actions in the past sample tense number three في استخدام الماضي البسيط بيكلمني عن past habits يعني ايه past habits يعني كانت عادات موجودة في الماضي but I don't do this now لكن ما بعملهاش دلوقتي طيب انا اعبر عن الكلام ده ازاي زي ما احنا شايفين في number three انا ممكن استخدم حاجة اسمها used to اعتاد أن used to plus infinitive يعني مثلا اقول I used to fly a kite طبعا اول ما سمع جملة I used to fly a kite يبقى it was my habit to fly a kite يبقى دي كانت عتي ان انا اطير طيارة افهم منها من غير ما هو يترجم اي حاجة تانية ان now I don't fly a kite ممكن اقول I used to be fat when I was young وانا صغيرة مثلا كنت ايه كنت سمين لكن افهم منها ايه but now I'm not fat يبقى هي حالة كانت موجودة في الماضي دلوقتي هي مش موجودة او habit انا كنت بعملها في الماضي هي مش موجودة دلوقتي عبرنا عنها بايه زي ما احنا عارفين عبرنا عنها by used to طيب هل انا ممكن استبدل used to باستخدام عن adverbs of frequency زي always وزي sometimes فممكن اقول زي المثال القدامنا I always ate breakfast before I went to school when I was young يبقى دي كانت عتي ان انا بفتر قبل ما اروح المدرسة لما كنت صغير معنى كده ان دلوقتي انا مش بمارس هزي العادة او العادة دي ما بقتش موجودة فبالتالي يستخدم زمن الماضي البسيط للتعبير عن عادات في الماضي طيب احنا عندنا لكل زمن في keywords بيبقى فيه كلمات معينة ممكن تستعيدني وانا بحل كطالب عشان اقدر اتعرف على زمن الجملة عندنا yesterday, last, last week, last month, last year وهكذا ممكن كمان استخدم كلمة ago طبعا بتبقى قبل ago مدة زمنية زي two days ago, two months ago وهكذا عندي كمان اداة استفهام اسمها how long ago how long ago بتساوي when يعني ممكن اقول when did you leave your work ممكن اجاوب بمسلا three years ago او ممكن اسأل بدل بين اقول how long ago did you leave your work يعني بقى لك قد ايه تارك العمل بتاعك يبقى هنا عندنا فيه اداة استفهام اسمها how long ago عشان اقدر اجاوب بال past sample عندي كمان in مع السنوات الماضية in مثلا اقول in two thousand, in twenty twenty وهكذا عندي كلمة the other day عندي كلمة once لما احكي قصة عندي in the past كل دي كلمات وتعبيرات ممكن تساعدني ان انا اختار past sample كده احنا تقريبا اتعرفنا على شكل الماضي البسيط واستخدامه وكلام قديم بالنسبة لنا المهم عندنا احنا ازاي how to apply this when we answer some questions ازاي ان احنا نقدر نطبق دوت لما نيجي نجاوب على الاسئلة طيب كمان عندي ممكن اقول from وسنة ماضية to وسنة ماضية يعني ايه الكلام ده نسا اقول ايه from nineteen ninety to nineteen ninety to يعني من سنة 1990 لسنة 1992 هنا ممكن برضو اعبر عن ماضي طالما السنتين بتوعي ماضي فانا بكلم في زمن الماضي البسيط طيب بما اننا شرحنا في حاجة اسمها used to وقلنا ان دي عادة it was my habit and now i don't do this at present حاجة انا كنت بعملها او كنت معتاد ان انا اعملها في الماضي اما دلوقتي ما بعملهاش ده بقى بيخلينا نتطرق الحاجة اسمها be او get used to ايه بقى دوات؟ هل ده نفس المعنى بتاع used to؟ طبعا هنا لا احنا بنعتبر ان used to اللي هي بيجي قبلها verb to be ديت مش معناها اعتادئا ولكن معناها متعود على نقدر نقولها ببساطة كده عشان احنا بنزاكر ما نتلغبطش فهي بالنسباري كأنها adjective فبما انها adjective جاي قبلها verb to be او جاي قبلها get يبقى الفرق بين used to الاولانية ده verb وبعتبره عادة حصلت في الماضي مش بتحصل دلوقتي اما مع be used to او get used to عشان ابسطها للطالب هي عاملة زي ما تكون صفة والصفة بيسبقها verb to be وطبعا بعد be used to وبعد get used to هيجي وراها noun او ing verb ing يعني مثلا اقول انا متعود على الاماكن الزحمة او متعود على الاماكن الصخبة يبقى I am used to noisy places هنا انا معناها ايه؟ معناها انا متعود على يبقى هنا كأنها صفة بالضبط زي كلمة accustomed to هي هي I am used to يعني معناها بالنسبة لي this thing is familiar حاجة بالنسبة لي مقلوفة مش غريبة it's not strange انا ممكن اقول be used to ومعنى بي ان انا استخدم verb to be على حسب البرناون اللي عندي فهنا مثلا بيقول لي تعالوا نشوف الامثالة مع بعض هنا طبعا في المثال الاولاني بتاع used to he used to be slim when he was young but now he isn't وده شرحناه اللي هي كانت ايه؟ past habits او repeated actions ودي فهمناها خلاص اما be used to او get used to اللي بيجي وراها noun او verb ing اللي انها بتساوي be accustomed to يعني ايه بي accustomed to يعني be in the habit of يعني انا متعود على هذا الشي ولما نقولها انا متعود على فبالنسبة لي تو كأنها حرف جر بيجي وراها noun او verb ing فلما اجي اقول مثلا المثال اللي هو عندنا مثلا بيقولي my father is very active he is used to getting up early هو متعود على انه هو يصحى بدري خلاص كده دي فارق شازع ما بين الايه الاتنين في المعنى يبقى be used to or get used to معناها متعود على it's familiar يعني it's familiar يعني شيء مقلوب فبالتالي هي كصفة بنتعمل معها كصفة يجي وراها باناوين وverb ing عندي حاجة اسمها no longer يعني لم يعد يعني ايه مثلا يعني لما اجي اقول مثلا i no longer smoke يعني i no longer smoke يعني انا لم اعد ادخن معنى كده انها it was my habit to smoke زمان كنت بدخن but now i no longer smoke he no longer smokes طيب انا ممكن استبدال no longer بايه اللي ممكن تستخدمي بدلها any longer ومن زمان احنا متعلمين ان انا لو استخدمت any معناها ان انا اكون عاملة الجملة منفية يبقى لو انا هستخدم any longer يبقى لازم اعمل ايه انفي الفعل فبدل ما اقول i no longer smoke هقول i don't smoke any longer عايز اقول اسامة no longer smokes هنفيها بشكل تاني فاقول اسامة doesn't smoke any longer يارب يكون المعلومة وصلت خلاص كده تعالوا نشوف احنا فهمنا ايه ونحاول نحل بعض الاسئلة فبيقول لي a famous writer this book last year طبعا عندي كلمة last year يبقى معنى كده ان الكلام في الماضي a famous writer wrote this book last year اللي هي الاجابة الاخيرة عندي كلمة ago يبقى ماضي بسيط يبقى نستخدم الverb captured اللي هي الاجابة c ان شاء الله في الفيديوهات اللي بعد كده احاول اعمل لكو answers للأسئلة بتاعتنا number three when احمد was younger he to the beach everyday طيب طلب ما يتخدعش ويشوف كلمة everyday فيقول ان ده present simple لا احنا عندنا في الجملة الاولى في when he was younger لما كان صغير يبقى معنى كده ان دي كانت habit in the past عادة في الماضي فيقول when احمد was younger he went to the beach everyday number four what games to play with your friends when you were younger برضو when you were younger الكلام في الماضي يبقى what games هنختار ايه هنختار past simple وعندي كمان two اللي هي used to ولما نجي 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 لها فعلا مساعدة هنجي لها did يبقى السؤال when did you used to play with your friends when you were younger number five the children opened the boxes and التلامة الفاعل واحد يعني انا انا بتكلم على الاطفال فبنقول ان هم عملوا حكتين the children opened the boxes and هم برضو نفس الاطفال اللي عملوا الشيء دوت and took out the box كده احنا تقريبا شرحنا ال past simple بيقول لي بعد كده ممكن استخدم ايه فيه بعد كده عندنا extra points حاجات بقى بنزودها على معلوماتنا اللي تعلمناها في اعدادي وفي اوله وتانية سنوي بيقول لي انا ممكن استخدم four مع ال past simple طب ايه الفرق بين four اللي مع ال past simple وfour اللي مع ال present perfect اش احنا درسنا ده قبل كده four big وراحة period of time مدة زمنية منتهية يعني ايه يعني اقول مثلا he lived in cairo هو عيش في القاهرة four two years عيش في القاهرة لمدة سنتين السنتين دول مفهمش السنة اللي احنا فيها يعني بمعنى اوضح he lived in cairo from مثلا عايز اقول from two thousand and one to two thousand and three يبقى هم سنتين منتهيين اول ما تكلم عن period of time تكون منتهية ممكن استخدم four بس استخدمها مع ال past simple tense المثال اللي قدامنا بيقول my father went to the faculty of commerce for four years بابا دلوقتي he's a graduate هو خريج اساسا هو مش بيتعلم دلوقتي ولكن هو قضى اربع سنين في ايه في قلية التجارة فبالتالي انا ممكن استخدم four مع period of time بس مدة تكون منتهية يعني الاربع سنين دول مش موجودين معايا في لحظة الكلام طيب اه في مثال تاني اللي هو my grandfather lived in italy for five years وهعتبر ان ال five years مش منهم 2021 مش منهم سنة 2021 ممكن يكون عايش خمس سنين مثلا من سنة 2000 ل2005 كده وضحت بالنسبة لي امتى استخدم four مع ال past sample كمان بيقولي when we use the past sample not used to with exact days times, numbers of times and periods of time يعني ايه برضو المعلومة دي انت سمعلمينا ان used to ممكن تعبر عن ايه؟ تعبر عن عادات في الماضي لكن الماضي البسيط هيبقى هو الأولوية وما نستخدمش use to لو انا بتكلم مع ايام او عدد مرات حدوث الفعل طب ازاي عشان نوضح اكتر من كده؟ يعني لو انا عايز اقول I went to the library three times last week هنا ماينفعش استخدم used to لان انا بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن حاجة اتقررت كذا مرة الاسبوع اللي فات فدي مش عادة في الماضي وانتهت ولا حاجة انا بتكلم عن تقرار حدث شيء في وقت معين في الماضي فبالتالي هستخدم ساعتها ايه؟ هستخدم ساعتها الماضي البسيط مش هستخدم used to كمان number three بيقولي with always never often etc to express habits in the past وده شرحته لما جيت اتكلمت عن ان احنا ممكن نستخدم الـ adverbs of frequency بنستخدم اللي هي الاحوال بتاعت التقرار زي ما كنت بستخدمها مع الـ present sample هستخدمها مع الـ past sample علشان تدل على تقرار حدوث الفعل في الماضي طيب واتفقنا ان في بقى في حاجة تانية مختلفة خالص احنا خدنا used to اللي هي بمعنى اعتادئا انما بقى النهاردة برضو لازم نفرق ما بين حاجة اسمها used to اللي بيجي وراها الـ infinitive دي حاجة تانية زي مثلا احنا عارفين ان الفعل use في الاصل يعني يستخدم الباست بتاعه used طيب احنا خدنا حاجة اسمها passive لما اجي اقول الالم يستخدم في الكتابة هنا بقول the bin وبعمل passive فبجيب ايه is او am اي طبعا منجيب am او is او are plus past participle طرح ما بتكلم عن المضارع البسيط فبقول the bin is used to الالم هنا مش معناه معتادئا الالم هنا يستخدم لكي يبقى معنى كده ان ده تركيبة مختلفة تماما عن use to اللي شرحناها عشان الطالب ما تلغبطش دي معناه يستخدم لكي طب يا طرى بعد is used to في الجملة اللي انا قلتها يجي verb ing لا طبعا دي ملاش علاقة خالص بيستو اللي هي اعتادئا دي هيجي وراها المصدر فقول a bin is used to write with او اقول a bin is used for واي preposition بييجي ورا ناون او verb ing يبقى for writing زي المسال المكتوب قدامنا بيقولي the underground metro is used to carry or for carrying people to their destinations number 5 بيقولي get used to اللي هي become accustomed to اتفقنا ان هي كأنها صفة بمعنى مألوف بالنسبالي او معتاد على شيء معين يعني مثلا ناخد مثال من الامثالة بيقولي she will soon get used to wearing contact lenses يعني هي هتتعود على استخدام العدسات اللي اصدقاء يبقى she will soon get used to wearing هتبقى متعودة على شيء معين طيب هنا بردو بيقولي ان فيه some verbs بيعملوا للطالب confusion بزداد في سؤال الخوز لما يجي يقولي مثلا fall يقع في الفولن اما fill يعني يقطع شجرة filled عندي find يعني يجد found found اما found مثلا يعني يؤسس مثلا مؤسسة company يؤسس شركة فهي بقى هنا مش ماضي لكن the verb اللي هو في المصدر بتاعي founded founded عندي lie يعني يستلقي على ظهره الماضي وعندي lay اللي هي تضع البيض يعني مثلا the chicken laid an egg yesterday يبقى مثلا هنا بمعنى طبيض وفي lay يعني مثلا lay ده ايه lay the baby in the bed حطي الطفل في الايه في السرير يعني يضع او مثلا يعد المنددة فالافعيل اللي شكلة بعضها دي نركز علشان بتعمل لغبطة lay lead lead عندي wind ليه يلف زي مثلا wind the alarm clock بيضبط المنبه بتاعه طيب الماضي بتاعها بيتنتق ازاي بيتنتق wound wound دي حاجة مختلفة تماما اما ال verb اللي تحت بقى اسمه wound وبتيجي verb وound بمعنى يجرح او جرح فهينا wounded wounded number five ring rang rang and ring ringed ringed دي اللي هي بمعنى يضع دائرة حول فناخد بالنا من ايه الاختلافات دي اتنقلنا بعد كده الحاجة اسمها the past continuous tense اللي هو ايه بقى ال past continuous tense اللي هو an action that was in progress at a certain time in the past يعني احنا في منتصف هذا الحدث او احنا شغالين في الحدث ده هو مستمر في وقت معين في الماضي زي لم يجي اقول مثلا i was reading a story at 6 yesterday او اقول i was playing tennis yesterday afternoon او اقول مثلا it was raining all day yesterday يبقى احنا كده عارفنا شكل الزمن was where plus verb ing انا مش هاخد وقت طويل في الازمنة اللي هي تركبتها العادية لانه طبعا اكيد دراسنام يتمر احنا عايزين نشوف الايه الحاجات اللي ممكن تلغبطنا تكوين السؤال بالنسباني مفيهوش مشكلة اليوساج بتاعت الزمن اول حاجة زي ما قلنا انه هو actions that was in progress at a stated time or a certain time in the past طيب وهنا ساعتها استخدم ايه زي مثلا at seven yesterday بعد كده احنا عندنا بقى لو فيه two actions واحد فيهم كان مستمر وخلال ما هو مستمر an action happened in the past يعني حدث اقصر منه حصل الحدث المستمر هي بقى past continuous والحدث اللي حصل في لحظة من لحظات الزمن ده هي بقى past sample على سبيل المثال مثلا اقول while i was reading a story the light went out انا كنت بادئ الاول ومستمر في قراءة القصة وفجأة النور قطع فهنا عندي long action اللي هو قراءة القصة انا بدأت وكنت شغال وفجأة حصل حدث تاني interrupted this action يعني اثر على الحدث بتاعي او حصل في وقت اقصر من الحدث التاني فبنقول عليه past sample طبعا القادة بتاعتنا بتظهر ازاي بتظهر while as just as بيجي وراها past continuous والجملة التانية او الحدث الاقصر بيبقى past sample اما when بتبقى العكس واحيانا when بتبقى برضو وراها past continuous وبعدها past past sample يعني when زي ما بنقول كده مش لها قاعدة محددة طيب يبقى احنا اتفقنا وعرفنا ازاي نستخدم past continuous ازاي نعرف نستخدم لما يكون فيه two actions واحد اثر على التاني او واحد قطع التاني وعرفنا القواعد بتاعتنا طب احيانا بقى بيكون زي number three بيقول لي for two actions happening at the same time اما بقى لو حدثين كانوا مستمرين في نفس الوقت يعني مثلا while i was studying my lessons انا بدأت ومستمر في مذاكرتي ماما بدأت في نفس الوقت ان هي تطبخ فهقول هزاي الجملة دي مفيش اي تعارض ما بيني ما بين الحدث بتاعي والحدث بتاع ماما الاتنين they were in progress كانوا مستمرين فهقول while i was studying my lessons my mother was cooking تمام كده number four بيقول لي باقي we don't usually use the past continuous with the verbs that describe states or senses we use the past simple tense زي ما اتفقنا الازمانة المستمرة متنفعش تيجي مع بعض الافعال زي مثلا الافعال ايه افعال يعني كلمة seem مثلا يبدو عايزين نقول كانت تبدو ان هي كانت مريضة فما اقول she was seeming ill when i visited her ولكن اقول she seemed ill كمان اه ممكن اقول while i was ill many people visited me ما ينفعش اقول while i was being ill فما فيش حاجة اسمها كده يبقى فيه ازمنة او فيه افعال اللي بتعبر عن the states والsenses ما ينفعش تستخدم في الايه في progressive action يعني ما تستخدم نفعش تستخدم كحدث مستمر عندنا برضو من الافعال دي love like ما ينفعش اقول i am loving او i was loving i was liking ما فيش الكلام ده فاحنا برضو نراجع على الافعال دي لانها مهمة جدا ما تستخدمش معايا في الازمنة المستمرة زي الverb know زي الverb believe اللي هو يصدق او يعتقد وعندي الverb مثلا think اللي هو يعتقد بس think لو جد بمعنى يفكر عليها استخدام تاني وتستخدم عادي في الازمنة المستمرة ما فيهاش مشكلة فنركز الverb belong يملك الافعال دي ما ينفعش استخدم في صغة الازمنة المستمرة ادي القاعدة زي ما شرحناها قلنا while as just as واحيانا when بتبقى نفس القاعدة past continuous اللي هو long action اللي هو الحدث الاطول وبعدين حبيت انقل while في النص هتاخد الجملة بتاعتها وراها لو حبيت انقل الجملة هنقل الجملة بالpast continuous وبرد وراها فهقول مثلا while we were watching the match someone knocked on the door حبيت انقل while في النص هقول someone knocked on the door while we were watching the match طبعا ممكن استبدل while as or just as طيب في بقى extra points مهمة جدا ان بيقول لي ان while دي ممكن ما يجيش وراها جملة يجي وراها حاجة اسمها phrase يعني مفيهاش فاعل وفاعل ففي الحالة دي while هيجي وراها verb ing بس انا عايز اقول للطالب حاجة مهمة جدا القاعدة دي ما تنفعش تتنفس بالشكل ده الا لو كان ال subject في الجملتين واحد يعني الكلام ده يعني ما ينفعش اقول مثلا while i was reading a story the phone ring هنا انا عندي two subjects الفاعل في الجملة الاولى انا والفاعل في الجملة التانية التليفون فلو قلت while studying the phone ring اللي هيسمعني مش هيبقى فاهم مين اللي كان بيذاكر فبالتالي while هيجي وراها verb ing لما يكون ال subject واحد زي مثلا مثلا قدامنا بيقول لي while phoning my friend i noticed that he was very sad هنا الفاعل انا في الجملتين طيب احنا ممكن نستبدل بقى جملة while as just as بحاجة اسمها during بس during هيجي وراها noun هيجي وراها الاسم يعني مثلا اقول during the final match last friday the referee sent of three violent players طيب انا ممكن الجملة دي كان اصلها ايه كان اصلها while they were playing the final match last friday the referee sent of three violent players يبقى هنا during ما جاش وراها برضو جملة جي وراها حاجة اسمها phrase عبارة والعبارة دي ما بيكونش فيها فاعل وفاعل لو لاحظنا بيقول لي the final match last friday فين الفاعل وفين الفاعل مفيش يبقى بيجي وراها الناون مباشرة تعالوا بقى to check your understanding تعالوا كده نشوف احنا ممكن نحل الكلام دوت ازاي بيقول لي طبعا عندي هنا when وراها past symbol يبقى الجملة الاولى كانت past continuous يبقى اقول i was reading a book when my friend arrived number two طارق dinner at 7 pm yesterday هنا حدد لي وقت محدد في الماضي الساعة سبعة مبارح يبقى this action was in progress يبقى الحدث ده كان مستمر طارق ده بياخد ايه بياخد was يبقى طارق was eating dinner number three i first stories and poems when i was at primary school هنا بقى بيقول لي i first اول ملاقي كلمة i first او i last يبقى لازم استخدم past symbol فقول i first wrote stories and poems when i was at primary school اول مرة ابدأ فيها كتابة القصص كانت وانا في المدرسة الابتدائية the next sentence الجملة اللي بقى بيقول لي i returned home mother was preparing lunch يبقى بيقول انا رجعت البيت بينما ماما كانت بتحضر يبقى بينما هنا اللي هي ايه اللي هي while مفيش while يبقى اختار when i didn't answer the phone because i هنا مش محتاجة بقى ادور على الرابط اللي انا عارفها هي while و as just as بس هي مفهومة بيقول لي انا مردتش على التليفون لاني كنت بعمل حاجة تانية يبقى كنت مستمر في عمل حاجة معينة يبقى because i was praying طيب كده اخنا خلصنا past symbol وال past continuous tense تعالوا نشوف past perfect tense الفورم بتاعه had plus past participle العلامات الدلة او الكلمات الدلة على الماضي التام هو كلمة buy buy last week زي ما بنقولها كده ببساطة عشان نسهلها على الطالب هو كأنه ماضي الماضي يعني ايه الكلام ده يعني last week اصلا ماضي طب buy last week يعني قبل الاسبوع الماضي فكأني بتكلم عن حاجة اقدم كمان من الماضي فقال لي لما نلاقي buy معاها مدة زمنية او معاها تعبير زمني جيبي معاها زمن الماضي التام يبقى buy last week i had written five reports ولحظوا ان الماضي التام هو بيعبر عن ايه بيعبر عن حدث وتقرار حدوث الحدث لان في حاجة تانية اسمها الماضي التام المستمر هيبقى له استخدام تاني كده تمام يبقى عرفنا buy مع الايه الزمن دوت لما اجي اقول مثلا buy known i had found you three times يعني قبل الظهر انا كنت اتصلت بيك ثلاث مرات buy known i had found you three times طبعا النيجاتف بتاعنا hadn't plus post participle ممكن اكون السؤال طبعا عندي الاكزيلة ريفيرب عندي الفعل المساعد هاد بهاد اسامة بوت the tickets buy yesterday عندي الwh word ليه الكلمات الاستفهامية بعدها هاد بعدها subject بعدها post participle زي المثال what had she done before going out استخدام الباست بقى الباست بيرفكت بقى اولاد بيبقى اكتر مع حدثين الحدثين بينهم فارق زمني وإلا كنت استخدمت ايه الماضي البسيط في الجملتين لكن دوا بيكون حدث حصل الاول واكتمل تماما وبعدي حصل حدثتين يبقى زي ما بيقولني number one for actions which happened immediately one after the other I punished him because he had made many mistakes يبقى مين اللي حصل الاول he made many mistakes يبقى ده حدث اكتمل وحصل منه اخطاء كتيرة وبعد كده انا عقبته يبقى معنى كده الحدث اللي حصل الاول بيكون past perfect واللي تبعه هو اللي بيكون past simple اللي جي بعده بيكون هو past simple طيب طعم شو المثال التاني بيقول لي they couldn't go swimming because they had forgotten their swimsuits طيب هما ايه اللي حصل الاول انه هما نسيوا ال swimsuits فدوات عملنا past perfect وبالتالي هما مقدروش عموه يبقى في حدثين واحد حصل الاول فبيكون past perfect واللي حصل بعده بيكون past simple طيب number 2 بيقول لي for an action which finished in the past and whose result was visible in the past يعني ايه الكلام ده يعني حاجة انتهت في الماضي ونتجتها كانت واضحة في الماضي زي ما كنا بنقول ان المضارع التام له اثر الماضي التام برضو بيبين انه كان له اثر بس الاصر ده ملوش علاقة بالحاضر له علاقة بالايه بالماضي طب يعني نوضح الكلام ده اكتر the garden was dirty as people had left rubbish everywhere اللي حصل الاول ان الناس تركت ال rubbish everywhere وكانت النتيجة والرزالت اللي كان واضح في الماضي ان الايه the garden was dirty يبقى هو حدثين واحد سبق التاني واكتمل فبقى هو دوت الماضي التام واللي بعد وماضي بسيط او برضو زي ما قولنا حدثين واحد حصل الاول نتيجته كانت واضحة في الماضي زي المثال اللي احنا قلناه طيب ايه بقى ال keywords ايه الروابط اللي استخدمها مع ال past perfect تركزوا معايا after as soon as ودول الاتنين بيجوروهم نفس القاعدة فاحنا هنخليهم اتنين اتنين كده يبقى after و as soon as وهنعلمهم ان دي بدأ بالايه والتانية بدأ بالايه يبقى after و as soon as طيب دول لهم قاعدة عندي before by the time لهم نفس القاعدة تمام وعندي till و until و when واتفقنا ان when دي من الروابط اللي هي ملهاش اي قاعدة يعني ممكن تمشي مع القواعد كلها بس المهم المعنى بتاعه هيبقى عامل ازاي هنشوف من خلال الامثال عشان ما نتلغباتش طيب احنا اتفقنا ان after و as soon as يعني ايه after يعني بعد as soon as بمجرد ان هيجي وراها الحدث الاول اللي هو الحدث الاقدم اللي هو past perfect طيب والحدث الاحدث او الحاجة اللي حصلت بعد كده هتبقى past simple مين عكسهم before و by the time يبقى هياخدوا العكس يعني مثلا اقول after i had saved enough money بعد ما انا ادخلت فلوس كافية i put the car لو حبينا في الجملة دي نرجع كده باصلها ونقول first ايه اللي حصل و second ايه اللي حصل يبقى لازم اقول الحدث اللي حصل الاول ان هي i saved enough money طيب وبعد كده then انا عملت ايه بعد كده i put the car دول اللي كانوا الحدثين والحدث الاقدم هنحطه في الماضي التام ففعلا قلت after i had saved enough money ها ايه اللي حصل بعد كده i put the car مين عكس after before او by the time لو قلت نفس الجملة بنفس الطريقة هجيب بعد before past simple فقول before i put the car i had saved enough money اظن الموضوع ده سهل وبسيط ما فيهوش مشكلة قاعدة till و until اللي هي حتى بيجي قبلها ايه بيجي قبلها الماضي البسيط بس بيكون منفي وهو مش منفي عشان ما حصلش ولكن ده للتأكيد عشان اعمل emphasis عشان اكد وبعدها بيجي ماضي تام ببساطة كده ممكن نوضحها اكتر يعني مثلا اقول ايه انا ما نمتش الا لما خلصت مذاكرتي او انا ما نمتش الا لما عملت واجبي هو انا ما نمتش لأ انا نمت وما لانا ليه بقول انا ما نمتش الا علشان اعمل emphasis عشان اعمل تأكيد طب مين في دول حدث حصل الاول نمت الاول ولا عملت واجبي الاول لا عملت واجبي الاول فلازم يكون هو ال past ايه perfect وبعد كده نمت بقى ده ال past simple بس هنعمله منفي زي ما قولنا للتأكيد طب نقولها ازاي الجملة دي ببساطة شو احنا بنذاكر نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه اقول I didn't go to bed until I had done my homework يعني انا ما روحتش انام الا لما كنت خلصت واجبي تعالوا نشوف الامثال اللي موجودة عندنا هنا بيقول لي My son didn't cross the street until he had looked both ways يبقى معنى كده ان هو بص يمين وشمال الاول ده الحدث اللي هو عمله الاول وبعد كده هو عده مش معداش امال هي ليه منفية علشان انا بعمل زي ما اتفقنا حاجة اسمها emphasis يعني تأكيد طيب في بقى نوت مهمة جدا عايز يوضح لي بقى ان قاعدة until we tell مش قاعدة سبتة انا كطالب اتأمل لأي المثال واقدر افهمه عشان افهم ايه اللي حصل الاول و ايه اللي حصل بعده طيب انت معاودانة في المثال الاولان ان انت قلت ان قبلها هيبقى past simple وهيكون ايه كمان negative past simple تعالوا نشوف المثال ده بيقول لي ايه He refused to leave the place until he had taken the money طيب ده ممشيش على القاعدة اللي انت لسه شرحاها تمام يبقى هو مشي على المعنى هو بيقول لي هو رفض انه يترك المكان لغاية اما اخذ الفلوس يبقى هو عملي الاول خد الفلوس و مرضيش يترك المكان قبل ما ده يحصل تمام طيب بيقول لي He left in Cairo until he died هل بقى هنا المعنى محتاج اعمل past simple و past perfect لا هو عاش في القاهرة لغاية اما مات يبقى الاتنين حدثين في الماضي فيه برده I wasn't happy until I had passed my exams يعني انا مفرحتش الا لما عدت الامتحان دي ماشي على القاعدة الاولى لما فيهاش مشكلة He wasn't given the job until the boss had signed his application form طيب هو ده ماضي بسيط او ماضي بسيط بست بسف He wasn't given the job يعني هو لم يعطى هذه الوظيفة او لم يحصل على هذه الوظيفة لغاية اما المدير مضاله الابليكيشن فورم يبقى فيه جمل قبلها منفي ومش لازم تكون ماضي زي مثلا الجملة الاخيرة بيقول لي I won't talk to him انا مش هتكلم معاه لغاية اما يعتذر يبقى I won't talk to him until he apologizes يبقى احنا اتفقنا ان قاعدة تيل وانتيل هيجي قبلها ماضي بسيط منفي وبعدها ماضي تام وقلنا ان الماضي البسيط بيبقى منفي عشان اعمل emphasis للتأكيد لكن الحاجة دي حصلت بالفعل اما بعد كده بيقول لي ان قاعدة until ممكن تمشي بالmeaning وما تكونش مرتبطة بازمنة معينة زي المثال الاخير انا جايبه مستقبل لان المعنى بيقول لي انا مش هتكلم معاه الا لما يعتذر فالتنين كأنهم لسه هيحصلوا فيبقى I won't talk to him until he apologizes طيب بعد ما فهمنا القاعدة دي بقى احنا عايزين نحول الخلوز لفريز يعني ايه؟ يعني بدل ما يبقى عندي جملة انا عايزة استخدم بعد مثلا بعض الروابط فريز عبارة فقال لي after and before ممكن يجي وراهم verb ing بدل ما استخدم فاعل وفاعل هستخدم فريز يعني ايه؟ يعني هشيل الفاعل وهجيب على طول الverb ing وده برضو بنفس السيستم وبنفس الطريقة لازم يكون ال subject في الجملتين واحد يعني لو هنا لو فالفاعل في الجملة الاولى علي يبقى الفاعل في الجملة التانية علي لو الفاعل في الجملة الاولى I يبقى الفاعل في الجملة التانية I غير كده القاعدة دي مش هتبقى مظبوطة يعني مثلا كنا بنقول after he had finished his work he helped me طب بدل ما اقول after he had finished بدل ما اعملها جملة كده استبدل after he had finished بايه على طول المين فيرب after we بعدها المين فيرب في ing المثال اللي بعده before helping me he had finished his work برضو بنفس الطريقة طب انت برضو قلتين نوان دي لها كذا قاعدة من خلال اللي احنا سمعناه من اول الفيديو لغاية دلوقتي احنا خدنا when past simple past simple لما يكون الحدثين مفيش فرق بينهم فارق زمني زي ما قولنا when I entered the school the bell ring مفيش فارق زمني فاستخدمت past simple past simple رجعتي قلتي ان when ممكن تستخدم past continuous past simple او past simple past continuous يعني ايه يعني اقول when I was reading a story the light went out he was running when he fell down ليه كذا قاعدة طب بالنسبة لل past perfect يا ترى when ينفع تيجي وراها past perfect والجزء التاني past simple او ينفع وينفع العكس هقولكو مثالين وركزوا معي ده هتوقف على ايه بقى سنة تالت هتوقف على الميننج بتاعي مشان اتعلمت ان الحدث اللي حصل الاول لازم يكون ماضي تام تمام يبقى انا هامشي بنفس السيستم ده مانيش دعوى الرابط شكله ايه يعني اقول مثلا when I had reached the station the train left when I had reached the station the train left انا عندي حدثين when I had reached the station معنى كده ان ايه اللي حصل الاول ان انا وصلت المحطة طيب the train left يبقى معناها ان انا ايه شفت القطر ولا ما شفتهوش لا شفته لان انا وصلت الاول وبعدين هو غادر يبقى انا كده I took the train انا خدت القطر وركبته طب لو عكست بقى وقلت when I reached the station the train had left when I reached the station the train had left which action happened first مين اللي حصل الاول the train had left يبقى معنى كده القطار مشي وغادر الاول وبعدين انا وصلت المحطة يبقى معنى الجملة دية I didn't take the train يبقى معنى كده انه وين ممكن تستخدم past perfect past simple past simple past perfect بس اكيد المعنى هيكون مختلف تماما عشان احل اللغز ده ويتم معودش احطار انا هامشي بايه بفكرة ان الحدث الاقدم ماضي تام الحدث الاحدث او اللي حصل بعده ماضي بسيط طيب افترضنا بقى ان انا عندي كذا حدث يعني ايه كذا حدث اقصد بها ايه قال لي لو عندك كذا حدث هتستخدمي اول واحد الاقدم فيهم خالص هو اللي بقى ماضي تام طب وبعد كده كل الازمينة اللي بقولها في نفس الجملة هتبقى ماضي تام قال لي لأ هتبقى ماضي بسيط يعني مثلا اقول when i reached the station i realized that i had forgotten my wallet بصو كده في كم حدث تلاتة when i reached the station لما وصلت المحطة i realized ادركت i had forgotten my wallet يعني انا لما وصلت المحطة انا ادركت ان انا نسيت ايه المحفظة بتاعتي اني واحد في دول هو اقدم واحد او اني واحد في دول هو اول حاجة حصلت ان انا نسيت محفظتي وبعد كده رحت ايه المحطة وبعد كده ادركت ان انا نسيتها فبالتالي لو عندي مثلا لو عندي اكتر من حدثين استخدم الاقدم خالص ماضي تام والحدثين اللي بعد كده ماضي بسيط تعالوا بقى تعالوا نحل كده بعض الامثلة بيقولني طبعا بنحط خط على كلمة افتر افتر هيجي وراها ماضي تام يبقى احنا اعادنا الاول في المطعم بعد كده طلبنا ده الحدث الاقدم اللي هو جلسنا في المطعم وبعد كده طلبنا الاكل اللي احنا عايزينه as soon as i a story i started the next one هنا as soon as بيجي وراها ايه بيجي وراها past perfect يبقى بمجرد ما انا خلصت القصة بدأت واحدة جديدة يبقى as soon as i had finished طب فين had finished في الاجابات هي طبعا الاولانية had the abbreviation بتاعها apostrophe d because we احنا اتبالينا جدا لاننا نسينا ناخد الامبريلا وده اللي حصل الاول ان احنا نسينا يبقى بيكوز we had forgotten to take our umbrellas number 4 بيقول لي what did you do after what did you do after school yesterday طيب بصوا بقى معايا في الجملة دي ونركز قوي هي after بيجي وراها past perfect ماضي تام اللي هو head left بس يا طرح هنا head left تنفع بعد after without a subject من غير فاعل لا طالما مفيش فاعل هعتبر ان after ده زيه زي اي preposition هجيب وراه زيه زي اي حرف جر هجيب وراه فرب ing يبقى after leaving school yesterday اخر جملة عندي بيقول لي when i the station the train left i caught it انا هنا لحقت القطر يبقى اللي حصل الاول ان انا وصلت المحطة ولا القطر غادر الاول لا انا وصلت الاول وبعدين القطر غادر وانا خدت القطر يبقى معنا كده ان انا وصلت الاول يبقى ده اقدم حدث يبقى when i had reached the station the train left and i caught it لغاية كده احنا فاهمين يا ولاد نركز بقى في بعض التركيبات بتبقى مع الماضي التام بتغير في شكل الجملة عندنا قاعدة اسمها no sooner hardly scarcely طيب هي زي افتر بفورو الكلام ده اوه بيجي وراها ايه بعدها؟ بيجي بعد no sooner hardly scarcely جملة الماضي التاني بس بدل ما حطت قمة في الجملة التانية هستخدم رابط تاني فno sooner نحفظها كده no sooner than hardly scarcely when no sooner than hardly scarcely when طيب لو انا حطيت no sooner hardly scarcely في اول الجملة قال لي هتعملي حاجة مهمة جدا مش هتجيبي بقى شكل الجملة الطبيعي اللي هو الفاعل والفعل ولكن هتجيبي ايه؟ هتجيبي تركيبة شبه تركيبة السؤال فبدل ما اقول no sooner مروى had lost the money هقول هاد مروى lost the money يعني بعد no sooner hardly scarcely هجيب تركيبة شبه تركيبة السؤال ولكن هام السؤال يعني هاد وبعدين subject وبعدين past participate تبقى no sooner had more lost the money then she reported the police طبعا الحصل الاول ان هي ضيعت الفلوس فدا past perfect وبعدين اتصلت بال police the past simple بس شكل زي ما احنا كده متعودين يبقى no sooner than hardly and scarcely when طب ولو افترضت بقى no sooner and hardly and scarcely ما جاتش في اول الجملة خلاص عادي جدا هنحطها برضو في جملة past perfect الماضي التام بس هنحطها ما بين هاد والتصريف التالت وبنفس القاعدة فهنقول marwa had hardly lost the money when she reported the police طيب عايزة حول كمان في بعض التحويلات ممكن تبقى freezes عبارات مش جملة زي مثلا on plus verb ing بدل من جملة when يعني مثلا اقول when he saw the sea he ran away when he saw the sea he ran away لما شاف الحرامي هو هرب هنستبدل when والجملة اللي وراها ونقول on ونجيب ing on seeing the sea he ran away بعجيه بقول لي برضو by yesterday that by مع الكلمات اللي بيجي وراها تعبيرات زمنية بيجي وراها بعد كده ماضي تان number four بيقول لي having بدل ما تستخدمي after وجملة قالك في حاجة تانية ممكن تستخدمي having plus past participle اذا دلوقتي عندنا after بيجي وراها جملة after بيجي وراها verb ing وبدل ما هي جملة هتبقى freeze بدل ما استخدم after ورها الماضي التام ممكن استبدلها كلها ب having plus past participle والجملة التانية تبدأ الماضي بسيط زي ما هي فلو قلت مثلا after i had booked the tickets i took the train to a suit بدل ما اقول after i had booked the tickets اللي اعمليها بشكل تاني تبقى having booked the tickets after i had played tennis تبقى having played tennis after they had reached the station يبقى نقول having reached the station كده تمام يا ولاد اعتقد كده برضو احنا غطينا كل النقاط اللي كانت موجودة في ازمنة الماضي البسيط الماضي التام والماضي المستمر ناقص حاجة واحدة بس ان بيقول لي لو مفيش فارق زمني كنا بيقول when past sample past sample هنا بيزود لي بيقول لي ممكن after before as soon as when لو الفارق الزمني بسيط برضو استخدمي past sample past sample زي هناخد مثلا مثال when he entered the flat he took off his shoes هنا مجرد دخوله قال على الحزاء فده مش ايه مش هياخد وقت طيب اخر حاجة بقى عشان يبقى خلصنا كل القواعد بيقول لي ايه بيقولني past perfect ده اللي انت استخدمتيه مع حاجات كتيرة كان قبله ايه زي ما اتفقنا after كان قبله as soon as past perfect كان قبله no sooner hardly scarcely طيب النهاردة كمان عايزين نتعلم حاجة بتقول ايه بقى حاجة بتقول it was only when وراها past perfect وبعدين that and past sample هي قاعدة وبنحفظها زي ما بنحفظ قاعد الرياضة كده it was only when انه فقط عندما حدث كذا حصل حاجة تاني it was only when past perfect وبعدين that او it wasn't until past perfect that يبقى قاعدتين تاني هنذاكرهم ونحفظهم it was only when وراهم past perfect وبعدين that وبعدين past sample او it wasn't until وبعدين هم past perfect وبعدين past sample يعني مثلا it was only when he had finished his work that he helped me زي قاعدة until يعني احنا مثلا نقول it was only when he had finished his work that he helped me ممكن ازاي نقولها until هاقول هاقول ها نفس الميننج بالضبط بس هي شكل القاعدة بس اختلف يبقى ثاني it was only when وراها past perfect وبعدين that past sample او it wasn't until past perfect that past sample بيرجع يقول لي برضو حكاية ان لو في اكتر من حدث اللي انا لسه شرحوها اللي هي بيكون اقدم واحد فيهم past perfect بعد كده الازميلة التانية تبقى past sample على حسب الميننج احيانا برضو past sample او past continuous تعالوا نشوف المثال الاخير كده i was shopping with my friend when i realized that i had lost my wallet فهي الحدث الاعدم هو الماضي التام الاحداث اللي بعد كده بتبقى ماضي بسيط ولو فيهم حدث كان مستمر يبقى ماضي مستمر زي المثال اللي قدامنا بقى كده يرجع يلخص لي كل الكلام اللي احنا قلناه دو تقدروا انتو بقى تراجعوه تاني وتسمعو الفيديو تاني وتقدروا تفهمو اللي احنا بنقوله هحل معاكو جزئية بس كده على الجرامر يقول لي while yousef for the past it started to rain هنا while بيجي وراها past continuous يبقى while yousef was waiting for the past it started to rain we don't live in a suit now but we there for 30 years يبقى we lived ليه بقى we lived لان انا هنا عندي for مع مدة زمنية منتهية يبقى نستخدم past symbol يبقى but we lived there for 30 years number 3 he home as soon as he had seen his brother off at the airport طبعا see off هنا بمعنى ايه أولاد بمعنى يودع يعني بيقول لي هو ايه البيت بمجرد ما ودع اخو في المطار هو روح البيت يبقى ايه اللي حصل الاول انه هو ودع اخو في المطار وبعد كده روح يبقى بعد as soon as ماضي تام وقبلها ماضي بسيط يبقى he returned يبقى الاجابة الاخيرة first she knocked on the door then she inside طيب هنا first هي خبطت على الباب وبعدين دخلت يبقى نقول ايه then she went inside طب ينفع قول had gone تنفع هنا الجملة تبقى ماضي تام in meaning ما يمشيش يعني معنى كده ان هي دخلت الاول وبعد كده خبطت على الباب فطبعا مينفعش اختار ماضي تام يبقى هنا لازم اختار ماضي بسيط اللي هي went number 5 سامح had an accident as he the street as هنا زي while just as يبقى سامح عمل حدثة بينما هو يعبر الشارع يبقى while as he was crossing the street while she was waiting for the train بينما هي بتنتظر القطار she a handbag under a pinch بينما هي بتنتظر القطار فجأة هي لحظة ان فيه handbag تحت البنش يبقى معنى كده لحظة يبقى تبقى noticed اللي هي a يبقى ماضي مستمر وبعدين حدث تاني حصل وكان اقصر يبقى ماضي بسيط number 7 after i finished school i english literature at university الجملة دي مهمة بيقول لي after i finished school i english literature at university طيب انا هنا عندي after ماضي بسيط والجملة التانية ترى هتبقى ماضي بسيط ولا ماضي تام لو انا قلت ماضي تام مفيش في الاختيارات ماضي تام طب ينفع معاها مضارع تام مينفعش مضارع مع ماضي يبقى اللي اتنين حصلوا في الماضي يبقى after i finished school i studied english literature at university يعني بمجرد ما خلصت المدرسة بتاعتي بدأت ادرس الادب الانجليزي في الجمعة number 8 they that bridge when i was here last year they haven't finished it yet طيب هما لسه ما خلصتوهوش يبقى هما كانوا بيبنوا هذا القبري لما انا كنت هنا السنة اللي فاتت كانوا بيبنوا يبقى they they were building the bridge when i was here last year they haven't finished it yet طيب يا ولاد ليه ما ينفعش اقول اقول had built لان had built دي معناها انه هو خلاص already تبنى had built معناه انه هو already تبنى وكمان الجملة اللي بعد اجابة بيقول لي هو لسه مخلص فما ينفعش اختار هنا had built فتبقى الاجابة they were building the bridge when i was here last year they haven't finished it yet number 9 i had finished my work before the office طبعا انا عندي هنا before بيجي وراها past assemble طبعا انا هنا اختار left ولا اختار leaving طالما مفيش subject مفيش هنا فاعلي باخطار الverb ing number 10 at the age of seven my parents me to jordan طبعا الاردن يعني jordan بيقول لي في عمر السابعة my parents خدوني الى الاردن يبقى خدوني يبقى هنا ماضي بسيط يبقى took me to jordan where did you to play when you were young هنا عندي did يبقى لازم اجيب infinitive where did you use to play when you were young كنت متعود تلعب فيه لما كنت صغير number 12 she started her work when she is a baby to bed هي بدأت تشتعل لما وضعت الطفل في السرير طب هي الاول وضعت الطفل في السرير وبعدين بدأت تشتعل يبقى معنى كده ان هي وضعت الطفل في السرير الاول يبقى دماضي تام يبقى when she had put the baby to bed يبقى نخلي بالنا ان احنا بنعتمد هنا على الميننج اللي حصل الاول هو الماضي التام number 13 the letter after you had written it طبعا ده سؤال فانا هنا عندي after جاي وراها ماضي تام يبقى الطبيعة قبلها ماضي بسيط لان الحدث الماضي التام هو الاقدم يبقى اللي قبله هو الايه قبلها ماضي بسيط يبقى احنا نجيب ماضي بسيط ونعملها ايه سؤال فتبقى did you post the letter after you had written it number 14 by the age of five قبل سن الخامسة بصوا بقى هنا by the age of five ما قلتش add the age of five لو قلت add the age of five ماضي بسيط عادي by the age of five زي ما تعلمتكم ببساطة كده كأنه ماضي الماضي يعني انت كان عندك خمس سنين وقبل الخمس سنين كمان يبقى لازم تستخدم past perfect فتقول by the age of five نسمة had learned to swim number 15 when i my homework my sister was helping my mother الحدثين هنا كانوا they were in progress مفيش اي حدث قطع التاني يبقى when i was doing my homework my sister was helping my mother thank you for watching and see you next video طبعا انا هنا دلوقت سيء الحمدلله انا اعتبر خلصنا unit one الجرامر بتاعها هكمل معاكم باقي قواعد الجرامر ان شاء الله اتباعا اتمنى تكونوا استفدتوا وتبتدوا تطبقوا بقى على الكلام دوت وتترجعوا الى ترجمة نانسي قنقر